اشتركوا في القناة اخر درس في الوحدة اللي هو درس الفونيكس تايم اللي هو الدرس الرابع لو كان فاتك اي درس من الدروس خاصة بشرح المنهج من كتاب المعاصر انظر في الوصفة تلاقي قائمين تشغيل اللي عليها شرح المنهج من كتاب المعاصر لحد ما احنا وقفين ولو انت عايز بقى شرح المنهج بالكامل بالكامل لحد اخر يونت كل ده هتلاقي برضو في الوصفة اسفل فيديو وهيكون من كتاب جم فغلبينا كده بقى نشوف درس النهاردة اللايك والتعليق والشير وهم اول اللايك الدرس بقى النهاردة بيعلمنا ازاي في اخر الكلمة ومبدئين كده طبعا الدرس ده موجود معانا في بيج 119 ولكن قبل انشوف الكلمات وقبل انشوف الصفحة دي هات الصفحة اللي انا اقول لك على دي اللي هي رقمها 121 121 طيب الصفحة دي فا ايه الصفحة دي بيعرفني فيها ان ال-ed اللي احنا بنحطها للفعل اللي هو المنتزم عشان نحواله الماضي بتتنطق بثلاث طرق ال-ed اللي في اخر الكلمة ممكن انطقها بثلاث طرق مختلفة ممكن انطقها ته ممكن انطقها ده ممكن انطقها اد طيب تعالي كانتشوف عد انطقها ته لو كان اخر صوت في الفعل اللي انت رايح تحط له اخروا ايه دي اخروا صوتنا الاصوات ده يكون اخروا او ك او ف او س اللي هو الصوت بتاع الاس او ش وده الصوت اللي بيطلع لي من الاس وي والايت خد بالك هنا انت بتتعامل مع اصوات مش مع حروف ليه لان الصوت اللي هو ال-f ممكن كمان يطلع من الصوت ده اللي هو ال-p وال-h ممكن يطلع من ال-g ال-g وال-h برضو يعني الفكرة ان انت بتكاه على الصوت وليس الحرف يبقى تاني يكون اخره p قوية ال-p او s اللي هو الس او ش اللي هو بيطلع من ال-s وال-h او ش اللي بيطلع من c وال-h تمام كده لو اخر صوت في الكلمة حاجة من دول وانت هتحط لها ايدي في الحالة دي ال-a-d تتنطق معاك ت زي بسا على سبيل المثال الكلمات دي خد بالك كده هنا هتنطع chop هنا هتنطع help ليه عشان ال-p طب هنا cooked ليه عشان ال-k walked برضو عشان ال-k talked برضو عشان ال-k يبقى هنا الك خلت يديه تنطقتها طب نجي لل-a لل-fa هنا كلمة laugh اللي معناها يضحق اخيرة g-h وال-g وال-h بتتدينه الصوت اللي هو الصوت الف عشان كنا نمطع laughed laughed فاتنطقتها برضو هنا kiss اللي هو الفعل يقبل لما تجد تحط ال-e-d هتبقى kissed كست برضو تنطقتها عشان الس و-sh النهورنا بتطلع من ال-s و-h زي الفعل wash تبقى washed washed في d برضو هتبقى brushed brushed و-t والصوت اللي هو h بيطلع من c-h زي مثل الفعل watch فهتبقى watched watched يبقى هنا عرفت ان ال-d او ال-e دي بتتنطقتها طيب امتا يتنطق ده لو كان اخره ب اللي هي البي خفيفة بها بتاعة البوك بتاعة كامل بوك جه او ذ او ز اخر حاجة او اخر صوت طلع من بقك كده صوت من الاسوات دي في اخر الفعل وهتضف له i-d هيتنطق معاك ده تعالى كان نشوف بالامثلة احسن هنا ال-l زي كلمة call يبقى برضو نحط i-d هتتنطق معاك كل عبا دك ده called called ده طيب الم- زي climb ال-b هنا ولا كانها موجودة لان ال-b هنا silent يبقى اخر صوت في الكلمة ايه ما climb لما احط ايه دي هتبقى climbed طيب انها زي clean لما احط ايه دي هتبقى cleaned cleaned listen listened وبعد كده بقولي لو اخر حاجة في الفعل حاجة من الحروف المتحركة الصوت من الاسوات اللي هي بتاعة الحروف المتحركة برضو تتنطق ده زي played played studied 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 طيب اخر بقى صوت اللي هو بتاع النهاردة اللي هو عرفني ان ال-e دي هتتنطق معايا id وده اللي احنا هناخده في درس النهاردة تعالا بقى كده هنرجع للدرس لأول صفحة عشان اللي احنا هنقوله دلوقتي هنقوله في اول صفحة نرجع بقى كده معايا ل page 119 119 هنا بقى في درس بتاع النهاردة بيعرفني ان ال-e دي هتتنطق معايا id وبيحصل الكلام ده امتى أولاد لو كان آخر الكلمة t أو آخيرة d لو كان آخر الكلمة t أو آخرها d في الحالة دية بتلاقي l-e دي تتنطق معاك id ركز بها معايا في النطق وانت تشوف بتلاقي بنفسك dust dusted 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 dust dusted ودي معناه ينفذ الغبار greet greeted greet greeted greet greeted greet greeted ودي معناه يحيي حد invite invite invited invite invited invite invited invite invited ودي معناه يدعب بعد كده الكلمة دي ممكن نسمعها plant أو plant 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 فلو هتقولها كده plant planted plant planted 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 أو planted 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 ودي معناه يزعب wait waited wait waited waited wait waited ودي معناه ينتظر أما weed weed دي معناه يزيل الحشاش الضرة يعني في حشاش ضرة حوالين الوردة مساء أو حاجة انت بتشيلها بتقطعها weed 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 طيب نشوف بقى الكلمات الإضافية طبعاً الكلمات اللي فوق دي مهمة جداً تحفظها كويس الكلمات دا الإضافية زي كلمة roasted beans roasted ودي معناها محمص roasted beans roasted beans roasted beans roasted beans then 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 ودي معناها بعد ذلك busy 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 I am busy أنا مشغول seed 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 ودي معناها بزر saw 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 لذلك garden 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 اللي هي الحديقة حديقة المنزل بعد كده تصريفات الأفعال نفس الكلمات اللي فوق ولكن متزود على أفعال تانية paint painted paint painted need needed need needed count counted count counted counted طبعا الأفعال ديت هي مختلفة سورة عن الأفعال اللي فوق ولكن الأفعال ديك من ما ينفعش يقدمها بصورة يعني في بعض الأفعال فيها مش هينفع يقدم لك في صورة ايه صورة عشان كده بيجيها في صورة الجدول بس يبقى count counted فولد وكلمة فولد دي معناها يطوي يعني تيتني الصفحة مثلا أو حاجة بتاع الكتاب فولد فولد فولدد فولد فولدد شاوت شاوتد شاوت شاوتد شاوت شاوتد وانت 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 ووك ووكت ووك ووكت 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 تاوك تاوكت 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 ويه روست روستد 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 فيه هنا زي الفعل walk والفعل talk مالوش علاقة بالشرح بتاع الدرس بتاع النهاردة لان الكي هنا في الاتنين بيخلوا دي تتنطق تا بقية الافعال بقى هتلاقي بتتنطق id داي painted, needed, counted, folded, shouted wanted roasted دايكن دول اخرهم دي بتتنطق تا تعالوا كده بقى مع بعض الحل الاكسرساز البسيط ده مكون من اربع جمه لتشوز الكلام ده معانا للتسكيب رقم الصفحة هو 120 120 number one معانا بيقول هي بعد كده the garden عمل ايه في الحديقة cooked طه طبخ يعني weeded ازال الحشائش الدرة cold اتصل او نادا ولا roasted يعني حمص طبعا هي كلمتي weeded لان weeded مرتبطة بالحضائك او كده بمعنى يزيل الحشاش الدرة two هده hair sisters for lunch هده عملت ايه في اخوتها على الغداء دعتهم يعني invited swept painted dusted طبعا هي invited ليه بقى؟ لان invited معناه يدعو انما swept دي معناه كنست painted لونت او دهنت dusted ازالت اللوغور three my friend greeted us with يعني صديقنا حيانا بي بعد كده chicken فراخ ايه بقى؟ عاوزين نوصف الفراخ بصفة يعني waited planted roasted roasted painted يبقى roasted وroasted معناه محمص او ما شوي roasted chicken فراخ محمص او ما شوي number four بقولنا شي وبعد كده hair home to be clean هي بتعمل ايه في منزلها عشان البيت يبقى ايه مضيف baked خبزت invited شهدت داستد اه هي داستد ليه بقى؟ لان داستد معناها ينفض الغبار فهي بتنفض الغبار عشان تخلي بيتها نضيف طبعا الصوحة اللي قدامنا ديت اللي احنا وضحناه في بداية للفيديو وهي مهمة جدا بيعرفني امتى انطقه الed امتى انطقته وامتى انطقه ده وامتى انطقه ed تعالوا كده نشوف حكاية الانت اللي قدامنا ديت النملة اللي قدامنا ديت ونشوف بتعمل ايه والكلام دا موجود معنا في page 222 هنقرأها عشان جاي عليها اسئلة في اسئلة في التمارين اللي هنحلها مع بعض نمبر وان هنا بقول لي يعني نملة تريد او ارادت منزلا لذلك زرعت بزرة زي ما انتم شايفين كده نمبر تو عملت ايه بعد كده فضت منتظرة ومنتظرة وازالت الحشاش الضرة زي ما انتم شايفين كل اطلح الشيء ضرة تشيلها طيب نمبر ثري وبعد كده دعت اخوتها على الغداء اخوتها جمعو يعني حياتهم وقابلتهم كده وحياتهم بيه الفول الايه المحمس كده احنا خلصنا شرح الدرس جبقى الوقت ليه حل الاسئلة اللي معانا على الدرس اول سؤال معانا كده هو سؤال اللي سنين عارف ان انت بتعمل دايرة على كلمة اللي انت بتسمعها من المدرس قدامك كلمتين اهوت نمبر ون كلمة دي وديت انا همطأ واحدة بتعمل دايرة عليها نمبر ون انفايتد انفايتد يبقى هنا انا اعمل ايه دايرة على انفايتد طبعا المدرس بيختار اي كلمة نمبر تو بيكت بيكت يبقى هنا هتعمل دايرة على بيكت نمبر ثري داستد داستد هنا هتعمل دايرة على داستد يبقى الفكرة ان انت بتعرف تسمع كويس وتحدد الكلمة اللي المدرس ايه نطاها تعال بقى ليه السؤال المهم اللي هو نمبر تو اللي انت بتعمل فيه دايرة على الكلمة المختلفة وتستبدلها بكلمة بديلة طيب نمبر وان هنا مديني ويدد ويتد بريد بلانتد يبقى طلعس كده ان فيه كلمة بريد هي المختلفة ليه؟ عشان بريد دا اسم حاجة اللي هو الخبز لكن دول افعال ومضافلهم اي دي عاوزين بقى احنا فعل مضافلو اي دي زي مثلا الفعل اللي هو بيينتد وبينتد معناها ايه؟ لون او دهم طيب نمبر تو مديني هنا اول فعل معنا ان هو اللي هو بينتد يعني لون او دهم داستد هذا للغبار انفايتد اندعى وبوك بوك يعني كتاب يبقى احنا هنشيل هنا كلمة توك ونحط بقى فعل ايه؟ ماضي برضو محطلو اي دي ممكن نحط الفعل مسلا اللي هو بلايد نجيب بعد كده اللي نمبر ثري واللي هي هتلاحظ هنا ان التشيكن دا اللي هو الفراخ الفول النملة سمك يبقى احنا هنشيل الانت عشان دي مش من الفود الطعام ونحط حاجة بتتاكل ممكن نحط مثلا حاجة زي ممكن استخدمه مثلا ميت ممكن نحط الميت اللحمة اي حاجة بتتاكل يعني نمبر فور بولي هنا جاردن حديقة حديقة المنزل كليند يعني نظف هوم يعني منزل سكول يعني مدرسة يبقى اطلاحظ كده ان المختلفة هي مين هي كليند ليه؟ عشان ده فعل ماضي انما الحاجات التانية دول اماكن يبقى احنا كده عايزين مكان زيهم ممكن نحط مثلا كلمة ممكن نحط سينما five and نملة invite يدعو paint يلون او يدن look يعني ينظر يبقى كده المختلف هي كلمة and عشان ديناون اسم حاجة لكن دول افعال هجيب انتبقى فعل بشرط يكون فعل في المصدر زي دول معلوش اي حاجة فممكن استخدم كلمة dust لمعناها ينفض الغبار number three هو بيقول لي read the passage and answer the questions فتعلا كده نقرأ الفقرة وبعد يكان نقوم على السلة last week الاسبوع الماضي my uncle invited us to spend a week in alexandria يعني عمي دعانا عشان نقضي اسبوع في اسكندرية we returned home yesterday احنا عودنا للبيت امبارح يبقى ام روحوا ورجعوا my father weeded the garden والدي ازال الحشاش الضرة من الحديقة my mother dusted and swept the floor امي نفضت الغبار وكنست ارضية الحجرة my sister made lunch اختي صنعت الغداء we had roasted chicken يعني تناولنا فراخ ما شوية we were tired كنا مرهقين but we tided our house ولكننا رتبنا منزلنا we slept late يعني نمنا متأخرا اول حاجة كده اللي هو سؤال true false number one بولي they spent a month in alexandria هم قضوا شهر في اسكندرية طبعا كيام ده مصح لانهم قضوا week اسبوع واحد يبقى one هتكون ايه false number two بولي their aunt invited them عمتهم دعاتهم الكلام ده مصح لان اللي دعاهم هو مين الانكل العم يبقى برضو two هتكون false number three بولي they didn't sleep early هم لم يناموا مبكرا مناموش بدري الكلام ده فعلا ليه عشان هو في الاخر قاله احنا نمنى متأخر وفي الجملة بقول لي هم مانموش بدري يبقى الكلام مظبوط يبقى ده هتبقى true نجيبها بعد كان number four بقول هنا what did the mother do يعني ماذا فعلت الام هترجع للفقرة عشان نعرف الام بالضبط عملت ايه هتقول هوت the mother بدل ماقول my mother انا هقول she يبقى she dusted and swept the floor يبقى نفضت الغبار وكنست الايه الأرضية السؤال number five roasted chicken يبقى نقول they ما تقول شوية بقى زي ما جات في القطعة انت بتستخدم الفاعل اللي موجود في السؤال يبقى تستخدم شوية تتقول لي they هم هم ايه بقى they وحول eat الى الى eat هتقول لي ممكن استخدم head اللي جا في القطعة وقول they had اقول لك ما فيش مشكلة يبقى هنا هنقول لي they ate اكلوا وبعد كده roasted chicken السؤال number four بقى وسؤال rearrange سؤال الترتيب number one بيقول لي هتبدأ هنا بدد واللي بيكون معناها هل طالما جاف اول السؤال وبيجي بعدها الفاعل اللي هو did you did you بعد الفاعل المصدر والمصدر هنا شطار اللي هو كلمة ايه ها water وكلمة water هنا مش اسم مش بمعنى مية هنا معناها يروي او يسقي يبقى did you ايه did you water the plants يعني هل انت رويت اللي بتاع النباتات number two هنبدأ بصفة الملكية my واللي بيجي بعدها الحاجة الملكية يبقى انها اقول my sister اختي عملت ايه اختي planted او planted a seed يعني زرعت اللي ايه البذرة number three بيقول لي هنا ابدأ بwhat واللي معناها ما او ماذا اجيب بعدها الفعل المساعد اللي هو مين اللي هو did يبقى اقول لك ايه what did وبعد كده الفعل وبعد كده الفعل في المصدر يبقى what did he do what did he do ماذا هو فعل for they هيجي بعد ذي ليهم هيجي بعدها الفعل يبقى هم عملوا ايه يبقى هم اكلوا they ate they ate they ate ايه بقى under a tree يعني اكلوا تحت الشجرة number five باب اللي زي دي كده انت تاخد الجمل ديت وتكتبها في ويبقى انت كده كتبت البراجراف اللي هو عاوزه هتقول لي مسا دول اربع جمل مسا يا مصدر وانا عاوز جملة خمسة ممكن تيجي في الاخر كده وتقول لي مسا ايه they are happy ان هم كلهم ايه سعداء وديت تختم بقى مثلا ايه الفراجراف وبقى انت كده كتبت الخمس جمل وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه متنساش تدعمنا باللايك والتعليق والشير واشوفكم ان شاء الله في اه على خير في قدم الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم تكونوا استفدتم منه لو عجبك بقى الفيديو انزل دوس لايك للفيديو وعلق كمان بكمينت اسفل الفيديو ولو بتشاهدنا الاول مرة اشترك في القناة انت تدوس على المستطيل الاحمر اللي موجود عليه علامة اشتراك او سبسكرايب بالانجليش وبعدها تدوس على علامة الجرس عشان يوصل لك شعار وفيديوهات وشاطره وخدمه اشترككم بقى ان شاء الله على خير اشتركوا في القناة